بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حاولت نديرهم لكم في فيديو واحد أتعلموه وحاولوا تحافظوا هذه الأفكار كامل لأن كل عام هذه نفس الأفكار اللي يجوا في الباك يعني لو تحكم هذا الفيديو وتكملوا وتفهموا بإذن الواحد الأحد إن شاء الله لك تضمن ستنقض بإذن الله إلا كان مغلتش بالحسابات راهوا الفيديو درقي بدان أجمعهم بسحة نوصيكم أولادي بناتي خاوتي أخواتي كراس وقلم لأن العلم صيد والكتابة قيد وبدأوا معاه ولو تحكم معاه هذا الفيديو تحكم معاه سمانة وانت تعاود تتعاود 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 رك تكتسب الأفكار لما تكمل هذا الفيديو على بالي لما تروح تحلي باك تقول يا أستاذ يعطيك الصحة راني فهمت كيفاش نبدأ نحلي باك وبطريقة سهلة ورائعة وإن شاء الله ترقوا تشوفوا الفيديو ويقلع وبدأوا معاه يا الشاطرين حتى تكملوه بإذن الله إلى شتكم عجبكم الفيديو نزيدكم إلى باقي المحاور بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان ملخص شامل حول المتتالية الحسابية الخاص بجميع الشعب حيث هنا في هذا الفيديو سوف نتحدث عن الأسئلة الأكثر شيوعا الأكثر شيوعا وتدول حول المتتالية الحسابية واخترت أمثلة هنا حيث مثلا يأتينا السؤال برهن أن المتتالية إليان حسابية يطلب تعيين أساسها ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية إليان كذلك يمكن أن نصادف سؤال برهن أن العدد A مثلا العدد في هذه الحالة اتخذته هو 2017 حدا من حدود المتتالية إليان ثم ما هي رطبته يأتينا كذلك عين قيمة العدد الطابعي N بحيث E N يسوينا 13 حيث مثلا هنا المثال الذي نتخذه هو E N يسوينا 3 N-2 كذلك يمكن أن نجد هل يوجد العدد طابعي N بحيث E N يسوينا 14 حيث E N يسوينا 3 N-2 كذلك يمكن أن يأتينا السؤال أحسب بدللة N المجموع S N حيث S N يسوينا E0 زيد E1 إلى غاية E N يأتينا كذلك عين قيمة العدد الطابعي N بحيث S N يسوينا 328 وهذا العدد يختلف من 80 إلى آخر ثم قال E N متتالية حسابية معرفة على N بحدها الأول E0 يسوي لنا كم يسوي لنا خمسة و E3 زائد 7 يسوي لنا كم يسوي لنا خمسون السؤال يأتي عين الأساس R أكتب E N بدللة N ثم أحسب قيمة الحد العشرون ثم هنا كذلك عندنا E N متتالية حسابية حيث E4 يسوي لنا خمسة وهنا كذلك E8 يسوي لنا سبعة إذا وجدتم في وسط من أن هذه اللهم المقصود بها هي E8 يسوي لنا سبعة السؤال عين الأساس R والحد الأول E0 أكتب عبارة الحد العام بدلالة N كذلك يمكن أن نجد هكذا E N متتالية حسابية حدها الأول E0 والأساس R يسوي لنا خمسة بحيث E0 زائد E1 زائد E2 زائد E3 يسوي أربعة وثلاثون السؤال يأتي أحسب E0 كذلك يمكن أن نجد المثال E لأن متتالية حسابية حدها الأول E1 يأتي أو يقول أحسب ماذا أحسب E لاحظوا جيدا يقول أحسب E2 علما أن E1 زائد E3 يسوي لنا كم مركز جيدا يسوي لنا 12 كذلك يمكن أن يأتينا أحسب E4 علما أن E3 زائد E4 زائد E5 يسوي لنا كم 30 ما نسمي هنا الوسط الحسابي ثم عين قيمة الأساس R ثم كذلك يأتينا السؤال كذلك إي لأن متتالية حسابية حيث E0 زائد E3 يسوي لنا 18 وماذا وE2 زائد E5 يسوي لنا أربعة وثلاثون السؤال يأتي أحسب E0 والأساس R إذن لننطلق أبنائي على بركة الله في الشرح المفصل نقطة بنقطة وأنصعكم باستعمال الكراس وقلم ومتبعة كل مثال على حضر إذن ولننطلق إذن ننطلق أبنائي في أول سؤال حيث يقول في الأول لتكون E لأن متتالية عددية معرفة على أن لما يقول معرفة على أن معنى حد الأول يكون E0 بي E أن يسوي لنا ثلاثة ناقص إثنان قال أحسب E0 و E1 ثم E20 ثم السؤال أكثر شيوعا لهو برهن أن المتتالية لأن حسابي يطلب تعيين أساسها إذن ننطلق أولا في حساب الحدود إذن حساب ماذا E0 و E1 ثم ماذا ثم E20 هنا ما علينا أبنائي إلا أن نأتي بهذه العبارة ونعوذ بمكاني الآن بتلك الأرقام معنى نعوذ هنا بصفر وهنا بصفر فماذا تصبح أصبحنا E0 يسوي لنا ثلاثة في صفر لهي صفر ناقص إثنان إذن ها هو E0 ثم نأتي الآن إلى حساب كذلك E1 E1 معنى نعوذ هنا بواحد وهنا بواحد فماذا تصبح أصبحنا E1 يسوي لنا ثلاثة في واحد ناقص إثنان ويسوي لنا ماذا ويسوي لنا واحد ثم قال E20 معنى E20 كذلك نأتي بالعبارة هذه ونعوذ في مكاني الآن بمن بعشرون إذن هنا عشرون وهنا عشرون ماذا تصبح تصبح لنا E20 يسوي لنا ماذا ستون ناقص ماذا ناقص إثنان ويسوي لنا كم يسوي لنا ثمانية وخمسون هذا فيما يخص حساب الحدود بهذه الطريقة ثم عندنا سؤال قلت الأكثر برهن أن المتتالية إليان حسابية يطلب تعيين أساسها إذن هنا كذلك إذن بعدما عجبنا على هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال الأخر نقول البرهن أن إليان متتالية كيف هي حسابية يطلب تعيين حدها الأول أو الأساس حدها الأول قد حسبناها وهو إي صفر حتى نفهم جيدا إذن نقول تكون إليان متتالية كيف هي حسابية إذا وفقط إذا كان لاحظوا جيدا إذا كان إليان زائد واحد ناقص إليان يسوينا ماذا يسوينا أر حيث أر هو عدد حقيقي حتى نفهم جيدا ركزوا هنا أرجوكم إذن ننطلق لنثبيت هذا أو طريقة أخرى هي إليان زائد واحد يسوي لنا ماذا يسوي لنا إليان زائد ار كذلك هذه إما وإذا أرجعنا هذا إلى هنا فاذا ما نقول نقول إليان زائد واحد ناقص إليان يسوي ار إذن ننطلق إذا وضعنا إليان زائد واحد معنى إليان زائد سبحان هكذا إي لآن زائد واحد ماذا يساوي يساوي لنا ثلاثة في آن زائد واحد ناقص اثنان يقول أحدكم لماذا لأننا قلنا لما نضع هنا آن زائد واحد نضع هنا آن زائد واحد فتصبح لنا هذه إي لآن زائد واحد تصبح لنا ثلاثة آن يعني بعدما ننشر هذا هنا وهذا هنا ثلاثة آن زائد ثلاثة ناقص اثنان ننطلق الآن فماذا تصبح لنا تصبح لنا ثلاثة آن زائد واحد نبرهم ذلك نقول إي لآن زائد واحد ناقص إي لآن يساوي إي لآن زائد واحد ها هي قيمة أبناء نأتي بها ونضعها في هذا الموضع فماذا تصبح لنا؟ نصبح لنا ثلاثة آن زائد واحد ناقص إي لآن إي لآن ها هي قيمتها نأتي بها ونضعها في هذا الموضع إذن فلما نضعه هناك فماذا تصبح لنا ثلاثة آن ناقص إثنان يساوي ندخل هنا هذا الناقص وهذا الناقص تصبح لنا ثلاثة آن زائد واحد ناقص ثلاثة آن ثم ماذا ثم زائد إذن لما ننشر هذا مع هذا صبح لنا زائد ماذا زائد اثنان فيذهب هذا مع هذا فماذا تصبح لنا ثلاثة إذن ها هو الأساس نقول ومنه إي لآن متتالية كيف هي حسابية أساسها آر يساولنا كم يساولنا ثلاثة فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الطريقة إذن للبرهان على أن متتالية حسابية يكفي أن نحسب إي لأن زائد واحد ناقص إي لأن يساوي آر حيث هذا آر يكون خالم من آن يعني نجده عدد لا نجده فيه آن حتى نفهم الفكرة جيدا إذن لإثبات على أن متتالية حسابية يكفي أن نثبت هذا الفرق أن إي لأن أو إي آن زائد واحد ناقص إي آن يساوي لنا آر فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتينا كذلك سؤال آخر استنتج اتجاه تغير متتالية إي لأن إذن نكتب هنا كذلك استنتاج اتجاه تغير المتتالية من هي إي لأن حيث نحن ماذا قلنا تابع إلى هذا المثال المتتالية كيف هي حسابية أساسها كم وجدناه وجدناه ثلاثة إذن تابعوا كيف تقول القائد إذن نقول بما أن إي لأن متتالية كيف هي حسابية أساسها أريسون كم ثلاثة وعندنا و ثلاثة هذه قيمة كيف هي موجب تماما انظروا المتتالية الحسابية أبنائي إذن كان أساسها موجب تماما فقولوا ومنه إي لأن كيف هي متتالية متزايدة تماما ما تنقل على المتتالية أنها متزايدة أو متنقصة لكن الحسابية إذا كان أساسها موجب قولوا متزايدة وإذا وجدتم أساسها سالي مثلا ناقص ثلاثة تجدون سالي قولوا متتالية متناقصة تماما أما في حالة هذه نقول متتالية متزايدة تماما فقط أبنائي بعدما أنا نعمل استنتاج اتجاه التغير وقلنا أن المتتالية الحسابية إذا كان أساسها موجب متزايدة تماما وإذا كان أساسها متناقصة تماما نأتي الآن إلى قالك مثال آخر إي لأن متتالية حسابية معرفة على آن بي إي لأن تسألون ثلاثة آن ناقص إثنان السؤال كذلك الذي يأتي هو برهن أن العدد مثال هنا العدد هو 2017 حدا من حدود المتتالية إي لأن وما رطبته إذن نكتب هنا البرهن أن العدد من هو نحن قلنا هنا آ لكن هنا آ أعطينا له مثال ما هو هذا آ هو 2017 أن العدد حدا من حدود ماذا المتتالية التي اسمها إي لأن ثم قال رطبته تقول قاعدة هنا اسمعوا جيدا نقول نحل المعادلة من هي المعادلة الأبنائي هذه نقول نحل المعادلة إي لأن تساوي ذلك العدد الذي يعطى لنا ثم علينا أن نجد اسمعوا جيدا لما قال برهن أو أثبت أو تحقق علينا أن نجد قيمة آن عدد طبيعي أما إذا قال هل فيمكن أن نجد عدد طبيعي أو غير عدد طبيعي إذا وجدناه غير عدد طبيعي نقول ليس حد أما إذا وجدناه عدد طبيعي يعني واحد اثنان ثلاثة المهم ليس فيه النقص ولا يوجد فيه الفاصلة فنقول أنه حد تعالوا نجرب نأتي مع هذه القيمة ونأتي بها ونعوضها هنا فماذا تصبح سبحنا هنا ثلاثة آن ن Is 2 % يسون Она المهم بما أن هذا عبارة عن في فينزل إلى المقام إذا رائد سبحنا آن يسون ألفين وتسعة عالا لا تأتو به من هذه الجهة لأنه في أما بما أنه في فإنه ينزل إلى المقام مع إشارته إحفظوا هذه هذا بما أنه كان ناقص نقلناه إلى هنا لكن هذا بما أنه في فينزل إلى المقام بعدها ماذا نحسب فنجد بالآن الحسب أن يساوي أنه كم يساوي أنه 673 هل ينتمي إلى العدد الطبيعي نعم هذا أي 673 ينتمي إلى الأعداد الطبيعية نقول ومنه العدد من 2017 حدا من حدود المتتالية التي اسمها إليان جاء ثم السؤال الذي بعده لأن وجدنا هذا وبما أن السؤال برهن يجب علينا أن نجده عدد طبيعي ثم قال وما رتبته نقول و رتبته كم أبنائي هي انظروا جيدا بما أن قال معرفة على أن فعلموا أنها تنطلق من إي صفر هذه لو قال معرفة على أن نجمة فتنطلق من إي واحد حتى تفهموا جيدا إذا رتبته كيف تحسب تحسب بطريقة جدا بسيطة انظروا جيدا نحن كم وجدنا العدد وجدنا هذا العدد وهو ستمائة وثلاثة وسبعون تقول قاعدة هاك نقول ستمائة وثلاثة وسبعون ناقص دليل الحد الأول لأنها تنطلق من إي صفر لأنه قال معرفة على أن ليس معرفة على النجمة حتى نفهم جيدا بما أنه قال معرفة على أن فنقول هذا الدليل دليل الذي وجدناه ناقص صفر زائد واحد دائما تحسبونا هكذا الدليل الذي وجدناه ناقص دليل البداية زائد واحد تعطينا كم؟ تعطينا رتبته 674 أما إذا كانت المتتلئة تنطلق من إي واحد فنقول ستمائة وثلاثة وسبعون ناقص واحد زائد واحد دائما زائد واحد تضيفونه من عندكم فيستوي لنا هذا كم؟ يستوي لنا ستمائة لأن هذا يذهب مع هذا 673 إذا رتبته 673 لكن بما أن انطلقت من الصفر فبقيت لأن رتبته هي كم 674 احفظوا هذه الأشياء أرجوكم فقط بعدما أنهينا مع كذلك هذا السؤال يأتي السؤال الأخر عين قيمة العدد الطبيعي بحيث E أن يسألنا 13 حيث E أن أعطيت لناها كذلك هنا كذلك نقول نحل المعادلة إيه لأن يسألنا 13 مثل السؤال الذي قبله فقط يأتي بصيغة أخرى ثم نأتي بهذه القيمة أبني ونعوضها هنا فتصبح لنا هنا يجب علينا أن نجد عدد طبيعي نقول ثلاثة آن ناقص اثنان يسألنا 13 ننقل هذا إلى هنا ثلاثة آن يسألنا 13 زائد اثنان معناه ثلاثة آن يسألنا 15 ومنه آن يسألنا 15 على ماذا؟ على ثلاثة أي آن يسألنا كم يسألنا 5 هذه هي قيمة آن فقط لما يأتينا في السؤال بهذه السيغة نقول نحل المعادلة يقول أحدكم يا أستاذ وإذا وجدنا آن يسألنا ناقص خمسة فاعلموا أنك هناك خطأ لماذا؟ لأن سيغة السؤال جاءت عين لو قال هل يوجد عدد طبيعي بحيث نعطيها كمثال يأتينا السيغة بهذه هل يوجد عدد طبيعي آن حيث ماذا؟ مثلا حيث إي آن يسألنا مثلا ناقص هكذا 14 نلاحظ هل نجد أم لا وعطيت لنا أن إي آن وعطيت لنا هي نفس وهي 3 آن ناقص 2 نحل المعادلة 3 آن ناقص 2 نجعله 9 آن ناقص 14 ننقل هذا إلى هنا ثلاث آن يسألنا ناقص 14 زائد 2 معناه 3 آن يسألنا ناقص 12 معناه آن يسألنا ناقص 12 على ماذا؟ على 3 أي أن آن يسألنا ناقص 4 لكن ناقص 4 يا أبنئي ليس عدد طبيعي هذا لا ينتمي إلى العطاقية نقول ومنه لا يوجد عدد طبيعي لا يوجد عدد طبيعي أن يحقق أو يطرح السؤال هل ناقص 14 حد من حدود المتتالية هنا بما أن وجدنا آن هذا فيه ماذا؟ فيه الناقص نقول ناقص 14 ليس حد من حدود هذه المتتالية فقط أبنئي بعدما أنهينا مع هذا السؤال يأتي كذلك سؤال آخر كذلك أكثر شيوع بعدما يعطينا أنه إلي أن متتالية حسابية معرفة من أجل كل عدد طبيعي أن لما يقول معرفة من أجل كل عدد طبيعي أن لم أن تنطلق من إي صفر بي إي آن يسألنا ثلاثة أن نقص السؤال الأكثر شيوعا لهو أحسب بدللة آن المجموع آن حيث آن يسألنا إي صفر زيد إي واحد إلى غاية إي آن ثم السؤال الذي يأتي بعدها قال عين العدد طبيعي آن بي حيث يكون أس أن يسألنا ثلاثمائة وثمانية وعشرون إذن نكتب هنا أولا حساب أس أن بدلالة آن أعطي لنا المجموع الذي أعطي لنا ها هو أبناء وركزوا معي أرجوكم ها هو أولا ما هو قانون مجموع متتلية حسابية يقول هكذا كقانون لغاوي عدد الحدود على إثنان في الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير لمن للمجموع هذا هو القانون العام الآن يبقى لنا عدد الحدود كيف يحسب سبحانا أس آن يساوي يساوينا الدليل والنهاية هذا العدد الصغير هو آن دليل النهاية ناقص دليل البداية ها هو الدليل البداية ما هو هو صفرة وتوضيفنا واحد دائما صدقة عليكم هكذا دائما دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد على إثنان في الحد الأول للمجموع الحد الأول للمجموع هنا كان هو إي صفر سائد الحد الأخير للمجموع كان هو إي لآن حتى نفهم جيدا قلت هو إي لآن حتى تفهموا الفكرة جيدا الآن إي لسفر كيف نحسبه نحن عندنا هكذا إي لآن قال هي ثلاثة ناقص إثنان نعوذ هنا بصفر ونعوذ هنا بصفر ثلاثة في صفر كم تصبح تصبح لنا صفر ماذا يبقى لنا يبقى لنا إي لسفر كم قيمته إنها ناقص ثنان تصبح لنا هكذا أركزوا أرجوكم أولا آن ناقص صفر كم آن ونوضف له واحد آن زائد واحد تبقى لكم آن زائد واحد لماذا لأن قلنا آن ناقص صفر هو آن آن زائد واحد كم هو آن زائد واحد تبقى هي آن زائد واحد لأن الصفر لا يحدث شيء على إثنان في الحد الأول للمزموعة قلنا هو ما إي صفر إي صفر ها هي قيمته كم وجدناها هي ناقص ثنان زائد إي لآن إي لآن ها هي قيمته انظروا إنها كم إنها ثلاثة آن ناقص إثنان حتى تفهموا جيدا نكمل الآن حساب سبحانا آس آن يساوي آن زائد واحد أعلى إثنان في عندنا هذا يبقى هو لهو ثلاثة آن أما ناقص إثنان مع ناقص إثنان لا تقولوا تساوينا كذا وكذا يجعلوا بالآن حسابة أعطيكم ناقص أربعة هذا هو المجموع آس آن بدلالة آن أما إذا كان يا أبناء المجموع أعطيكم مثال أعطيناها كذا آس ينطلق مثلا من إي عشرون زائد إي واحد وعشرون إلى غاية مثلا إي مئة كيف نحسب نقول آس يساوي عدد الحدود دليل النهاية وهو مئة ناقص دليل البداية وهو عشرون زائد واحد دائما قلت زائد واحد سدقت دائما توضيف دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد على إثنان في الحد الأول للمجموع يكون قد أعطيها لك وحد النهاية اللي هو إي مئة وتكمل الحساد إذن عدد الحدود كيف يحسب دليل النهاية ناقص دليل البداية زائد واحد على إثنان في الحد الأول زائد الحد الأخير للمجموع هذه لما يعطي لنا في هذه الحالات الخاصة وهنا تكون قد حسبت أو تعوذ مثلا هنا عوذ هنا بالعشرون ومرة عوذ بالمئة وضع تلك القيم في هذا المكان فقط بعدما أنهينا من السؤال ألف جاء السؤال بل هو عين العدد الطبيعي بحيث يكون أسان يعني هذا المجموع الذي حسبناه هذا يكون يسوينا ثلاثمائة وثمانية وعشرون هنا ماذا كذلك نأتي إلى الجواب نقول أبنائي أولا تعيين أن بحيث يكون عندنا أسان يسوينا ثلاثمائة وثمانية وعشرون هنا ماذا نقول أبنائي نقول كذلك نحل المعادلة من هي المعادلة اللي هي أسان يسوينا ثلاثمائة وثمانية وعشرون أسان هذا الذي تنظرون إليه هنا نقوله إلى هنا فماذا يتصبح أن أن زائد واحد على اثنان في أو نكتبه هكذا بدون أقواص حتى تروا ثم نضح للتغيير هكذا في ثلاث آن ناقص أربعة نجعله يسوينا ثلاثمائة وثمانية وعشرون دقيقوا هنا أرجوكم هذه الأقواص يمكن أن نحولها إلى هذه الأقواص دقيقوا هكذا وَنُحْوَلُهَا هكذا لكن نضع هنا الأقواص كذلك يا أبناء يركزوا فاتصبح لنا لا تنسوا أن هذا وهذا مقامهم واحد يقول أحدكم لماذا لأن هذا مقامه كم هو في الأصل واحد كسر البسط في البسط والمقام في المقام هكذا تقول قاعدة البسط في البسط والمقام في المقام بعدها تصبح لنا ماذا أن زائد في ماذا في ثلاثة ناقص أربعة على اركز اثنان في واحد كم ان هذه اثنان تساوي لنا 328 يا ابنائي لم افعل شيء هنا البسط في البسط والماقام في المقام ماقام هذا واحد وهذا اثنان اثنان في واحد تبقى لنا هكذا الآن في اثنان في واحد تبقى لنا اثنان هنا هذا مقام هو كم واحد نستعمل الآن جداء الطرف Chairman وهذا الوسطين هذا في هذا وهذا في هذا فماذا تصبحت؟ تصبحنا لكم هكذا آن زائد واحد ضرب ثلاثة آن ناقص أربعة في واحد يعني الواحد هنا لا يحدث شيء يساوينا ثلاثمائة وثمانية وعشرون ضرب ماذا؟ ضرب اثنان الكروازي يعني هذا في هذا يساوينا هذا في هذا آن هنا هذا الواحد ماذا يحدث؟ الواحد بما أنه يضرب في هذا العدد لا يحدث شيء يعني يمكن أن نمسحه كليا هكلي أنه ضرب تعالوا نقوم بعملية النشر هذا في هذا يصبحنا ثلاث آن مربع ثم هذا في هذا ناقص أربع آن ثم هذا في هذا زائد ثلاث آن ثم عندنا هذا في هذا ناقص أربع يساوي اثنان في هذا العدد تعطي لكم 656 بعدها نجعلها معادلة سفرية هذا ننقل إلى هنا يصبحنا ثلاث آن مربع وعندنا هذا مع هذا ناقص أربع آن الثلاثان. كم تعطيها؟ تعطينا ناقص آن. سوفوا بالآل حسب ناقص اربعة زائل ثلاثة. تعطي لكم ناقص واحد. وهذا ننقله الى نصبح لنا ناقص اربعة ناقص ستمائة وستة وخمسون يساوي السفر. قلت نجعلها معادلة الآن سفرية ونرتب يا ابنائي. رقزوا. تصبح لنا ثلاثة آن مربع ناقص آن ناقص ستمائة وستون يساوي السفر. لماذا؟ لان نجمع هذا بهذا بالآل حسب سوف تعطيكم هذا الحساب. آن بما انها معادلة من الدرجة الثانية فنفكر يا ابنائي في ماذا؟ في المميز الذي يساوي بي مربع ناقص اربعة في آ في سي. البي هو العدد المضروف في الآن. كم هو؟ هو ناقص واحد مربع ناقص اربعة في آ هو العدد المضروف في الآن مربع لهو ثلاثة والسي هو الاعزب. هذا الذي لا يجد له آن نحمله مع اشارته. يعني ناقص ستمائة وستون. يصبح لنا بعد الحساب وأرجوكم حسابه بالآل الحسبة حتى لا تخطئوا. سوف تجدون سبعة آلاف وتسعمائة وواخد وعشرون قيمة موجبة تماما. يعني هذه القيمة اكبرتها من الصفر. يمكن الآن يمكن الآن أن نقوم بالتجذير نضعها تحت الجذر. نضع هذا العدد تحت الجذر بالآل الحسبة فيعطي لكم تسعة تسعة وثمانون. تصبح للمعادلة ماذا؟ للمعادلة حلان يصبح لنا آن واحد يساوي. ركزوا جيدا. قانونيا يساوي ناقص بي ناقص جذر دالتا على اثناني اه يساوي. البي كم؟ البي هو ناقص واحد مع الناقص للقانون ناقص ناقص واحد تصبح لنا واحد ناقص جذر دالتا اللي هو تسعة وثمانون على اثنان في الآل هو الثلاثة. تصبح لنا هنا كم؟ تصبح ناقص ثمانية وثمانون على ستة. هذا لما نحسبه بالآلة الحاسبة. إذا حسبناه يعني بالآلة الحاسبة. نجده يا ابنه ناقص اربعة عشر فناقص. نلاحظوا جيدا. قلت ناقص اربعة عشر فاصل ستة وستون وهذا مر فوض لأنه ليس عدد طبيعي. ليس عدد ماذا طبيعي. قلنا العدد الطبيعي هو العدد الخالي من الفاصلة والناقص. نأتي الآن الى آن اثنان آن اثنان كقانون يساوي ناقص بزائد جذر دالتا على اثنان آن يساوي ناقص ناقص واحد زائد تسعة وثمانون على اثنان في ثلاثة. لاحظوا وانتبه نقطة نقطة ابني ولا نتعجل. فبعدها ماذا ينتج? يصبح لنا آن اثنان يساوي. يساوينا تسعون على ماذا? على ستة. ويساوينا كم? تسعون على ستة لو نحسب قلت تسعون. تقسيم ماذا? تقسيم ستة تعطي لنا خمسة تعشر وخمسة تعشر عدد طبيعيا ينتمي. نقول ومنه قيمة آن حتى آس آن يساوينا ثلاثمائة ثلاثمائة وثمانية وعشرون هي كم? هي آن يساوينا خمسة تعشر. أي آس آس خمسة عشر يساوينا ماذا? ثلاثمائة وثمانية وعشرون لأنه قال اوجد آن آس آن آن كم وجدنا خمسة عشر نحول هذا الآن إلى هذا المكان. نصبح هنا آس خمسة عشر يساوينا ثلاثمائة وثمانية وعشرون فقط ابني. بعدما انهينا مع طبيعة السؤال آخر قال إلي آن متتالية حسابية معرفة على آن بحدها الأول. إي سفر يساوينا خمسة وإي ثلاثة زائد إي سبعة يساوينا خمسون. السؤال أعين الأساس آر ثم أكتب إلي آن بدلة آن ثم يعطيك سؤال آخر إن أراد ثم أحسب قيمة الحد العشرون. ركزوا جيدا. إذن نكتب هنا تعيين ماذا؟ الأساس آر. دقيقوا هنا أرجوكم. طبيعة المتتالية ما هي طبيعة المتتالية هي حسابية. أول شيء نتذكر عبارة الحد العامل هي إي لآن يساوي إي لبي زائد آن ناقص بي في آر. هذه عبارة الحد العامل. ركزوا جيدا. الآن نقوم هو ماذا؟ أعطي لنا كم عطيات. أعطي لنا إي لسفر كم يساوي؟ خمسة. وإي لثلاثة زائد إي سبعة يساوينا خمسون. نكتب إي ثلاثة وإي سبعة بدلات الحد الأول. دقيقوا كيف؟ لو نأتي إلى عبارة الحد العامل هذه أبنائي. ها هي. ما رأيكم إذا كتبت هنا ثلاثة ونكتب هنا في مكان الآن ثلاثة ونكتب هنا سفر وهنا سفر. على ماذا نتحصل؟ نتحصل على إي لثلاثة يساوي إي لسفر زائد ثلاثة ناقص سفر هي ثلاثة في آر. وهذه القيمة لا تنسوا أن أعطيت لنا قيمة وها هي إنها خمسة. ما نصبح إي ثلاثة يساوينا خمسة زائد ثلاثة آر. هذه نحتفظ بها. ثم بنفس الخطة أبنائنا أتي الآن إلى العدد كذلك إي سبعة. فنضع هنا ماذا نضع هنا سبعة وهنا سبعة وهنا سفر وهنا سفر. يقول هذا لماذا تتعامل مع السفر؟ لأننا نحن نعلم إي سفر. لو أعطيت لنا إي واحد لو وضعنا هنا واحد ووضعنا هنا واحد حتى تفهموا الفكرة. بعدها ماذا تصبح تصبح لنا إي سبعة يساوينا إي سفر. إي سفر ها هي قيمتها اللي هي خمسة زائد ماذا؟ سبعة ناقص سفر هي سبعة آر. ثم ماذا نفعل أبنائي؟ دقيقوا نأتي بهذه المعادلة. هذه التي يعطيت لنا. ونعوذ كل حد بما يساويه. معنى هذه نأتي بها ونعوذها في إي ثلاثة. وهذه نأتي بها ونعوذها في إي سبعة. فماذا نتحصل؟ لاحظوا هكذا. نتحصل على خمسة زائد ثلاثة آر زائد ماذا؟ لو كانت هنا عندنا ناقص في هذا الموضع لو وضعنا هنا ناقص ونضع ناقص. إحذاروا. أو كانت مثلا عندنا شيئا آخر. لو كانت هنا عندنا مضروبة في إثنان. نضع هنا إثنان ونضعها كذا. أي عدد كان مضروب نحتفظ به. فتصبح لنا زائد سبعة ما هي؟ هي خمسة زائد سبعة آر يساوي لنا كم؟ يساوي لنا خمسون لأنها هو يساوي خمسون. أما قلت إذا كانت مضروبة هنا إثنان فضعوا هنا الأقواس وضربوا هنا كذلك في إثنان. كانت مضروبة في ناقص إثنان ضعوا هنا ناقص إثنان. عليكم أن تحترموا هذه الأشياء. ثم بعد يقول أحدكم هنا لماذا لن تستعمل الأقواس؟ لأن يمكن أن نستعمل الأقواس. يستعمل الأقواس. ما فيه إشكال. تصبح لنا الآن خمسة زائد ثلاثة آر. ننزع الأقواس. تصبح لنا زائد خمسة زائد سبعة آر. يساوي لنا كم؟ يساوي لنا خمسة. إذن تساوي لنا خمسون وهنا قلنا آر ليس آن حتى تفهموا جيدا. إذا نجمع هذا مع هذا ماذا تعطينا عشرة زائد هذا مع هذا عشرة آر يساوي لنا خمسون. ننقل هذا إلى هذا الطرف. تصبح لنا عشرة آر يساوي لنا خمسون ناقص عشرة اللي هي أربعون ومنه آر يساوي لنا أربعون على عشرة معناه آر يساوي لنا كم؟ أربعة. إذن ها هو أساس هذه المتتالية. المتتالية الحسابية. بعدما أنهينا ووجبنا الآن الأساس جاء السؤال الآخر قال أكتب إي لآن بدلالة آن. كذلك هنا أبنائي. لاحظوا جيدا. إذن نكتب هنا إي لآن. إذن إي لآن بدلالة آن. هنا نأتي إلى عبارة الحد العام فقط. من أين تنطلق المتتالية؟ من إي لصفر نقول إي لآن يساوي لنا إي لصفر زائد آن ناقص صفر في آر. يعني آتيت إلى من؟ إلى هذه العبارة هنا. عبارة الحد العام ووضعت هنا صفر وهنا صفر. فماذا تصبح لنا أبنائي إي لصفر؟ نحن نملكها هايا. عوضوا بها هنا. والأساس وجدناها ها هو عوضوا به هنا. فماذا ينتج؟ تصبح لنا إي لآن يساوينا خمسة زائد آن ناقص صفر هو آن في آر لهو أربعة. فصبح لنا إي لآن ماذا يساوي؟ يساوي لنا خمسة زائد أربعة آن هذا هو عبارة الحد العام لهذه المتتالية الحسابية. ثم ماذا قال؟ ثم السؤال كذلي قال أعسب قيمة الحد لعشرون. الكثير يقول يا أستر نعوذ هنا بعشرون. لا يا أبنائي. متتالي من أين تنطلق؟ من إي صفر؟ تعالوا نحسب. من إي صفر إلى إي عشرون. لو نلاحظ جيد الصفر وقلتم أنتم عشرون فنقول دليل النهاية كم دليل النهاية؟ هو عشرون ناقص. دليل البداية كم؟ هو صفر ونوضف دائما واحد. هذا ماذا يعطي لكم؟ عشرون ناقص صفر كم؟ عشرون زائد واحد هو واحد وعشرون. وهو طلب منا الحد عشرون هنا. إذن الحد عشرون هو تسعة عشر حتى تفهموا جيدا. دائما لما تكون متتالق من الصفر هذا الحد هو الذي قبله. لغويا هو الحد عشرون. أما الرقم هو تسعة عشر فنقول حساب الحد ماذا؟ الحد العشرون. أي ماذا؟ أي إيلي تسعة عشر. لماذا؟ تعالوا سفر وتسعة عشر. تسعة عشر ناقص صفر كم؟ تسعة عشر زائد واحد. قلنا دائما زائد واحد هذا دائما نوضفه. دليل النهاية ناقص دليل البداية يعني زائد واحد هذا دائما. إذن هنا لما تنطلق من الصفر قولة إيلي تسعة عشر معنا نصبح إيلي تسعة عشر يساوينا ماذا؟ نعوذ هنا بالتسعة عشر ونعوذ هنا بالتسعة عشر حتى نفهم جيدا. نصبح إيلي تسعة عشرين خمسة زائد أربعة في تسعة عشر ونكمل بالآلة الحسيبة. أما إذا كانت المتتالية تنطلق من إي واحد فيصبح لنا الحد عشرون هو الحد عشرون بنفسه. يعني حتى لماذا؟ نصبح لنا عشرون ناقص واحد زائد واحد هذا يذهب مع هذا تصبح لنا كم لأن يصبح لنا دليل النهاية كم؟ دليل البداية هو الواحد ودائما نوضيف واحد إذن تصبح لنا كم؟ مثل ما قلت لكم تصبح لنا إي عشرون أما لما تنطلق من إي سفر مثل ما أعطينا فينا ستمرين فتصبح لنا إي تسعة عشر هو الرقم رقم الحد عشرون أو بالأحلى نقول رتبة الحد أفضل رتبة الحد هي عشرون فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا الجزء يأتينا الجزء آخر قال كذلك إي لئ المتتالية حسابية حيث حيث هذه المتتعي فيها إي لأربع يسعين خمسة وإي لثماني يسعين سبعة السؤال أعين الأساس والحد الأول إي سفر وأكتب عبارة الحد العام بدلة آن إذن نكتب هنا تعيين الأساس. من هو الأساس؟ المتتالية ما طابعته؟ متتالية حسابية إذن هنا أعلن بعبارة الحد العام هي إي لآن يسعين إي لبي زائد آن ناقص بي في ماذا؟ في أر. هذا هو القانون العام. دقيقوا هنا أرجوكم. هذا هو الذي ينقذنا في مثل هذه الأسئلة. أولا قال ما هو؟ هو ماذا قال؟ قال عين الأساس. ماذا نملك نحن؟ نملك إي أربعة وإي ثمانية. فمن هو؟ نكتب هنا الثمانية الكبير هنا وهنا. والأسغير نكتبه هنا والسغير نكتبه هنا. هكذا نستغل العبارة. بعدها ماذا نأتي؟ نأتي بهذه القيمة نعوذها هنا وهذه القيمة نعوذها هنا. تعالوا نجرب سوف يبقى لنا المجهول هو الأساس. إي لثمانية كم هي سبعة. إي لأربعة كم هي خمسة. زائد ثمانية ناقص أربعة كم. ثمانية ناقص أربعة هي أربعة في أر. من هو المجهول الذي بقي لنا؟ دقينا إلى الأساس فقط. ننقل هذا إلى هنا 7 ناقص 5 يساوينا 4R هذا كم يعطينا؟ يعطينا 2 يساوينا 4R ومنه R ماذا يسبح يساوي؟ R بما أنه في فهذا ينتقل إلى المقام دائما أبنائي لأن هذه المعادلة هي نفسها هذه المعادلة 4R يساوينا 8 أعفوا يساوينا 2 اسمعوا جيدا هذه الكتابة أو هذه كلاهما صحيح وبعدها ماذا؟ وبعدها هذه القيمة تذهب إلى المقام هنا فنقول هكذا حتى تتعلم أبنائي فنقول R يساوينا 2 على 4 ومنه R نختزل من هنا 2 ونختزل من هنا 2 فيساوينا 1 على 2 ها هو أساس تلك المتتالية أرجو قد فهمتم في الأول قمت باستغلال عبارة الحد العام لصاحب الدليل الكبير ليس القيمة الكبيرة هو الذي يكتب هنا ويكتب هنا والدليل الساغر يكتب هنا ويكتب هنا فأصبحت لنا إلي 8 هي 7 وإلي 4 كم إنها ها هي قيمة 5 و8 ناقص 4 هي 4 بقينا المجهول من R نقلت هذا إلى هنا فأصبحت 7 ناقص 5 وهي 2 ثم ومباشرة تصبح لنا 4 R يساوينا 2 ومنه R ماذا يساوي؟ يساوينا 2 على هذا العدد فأصبح لنا كم نصف هذا هو ماذا؟ الأساس ثم قال والحد الأول نكتب هنا كذلك حساب إلي 0 إلي 0 هنا يمكن أن نأتي كذلك بعبارة الحد العام ها هي أبناء ونستغلها لهذا قلت لكم قموا بحفظ عبارة الحد العام لأنها مهمة جدا أولا هنا كم يجد لنا الآن؟ يجد لنا الأساس كمعلومة أصبحت عندنا ويجد لنا ماذا؟ إلي 4 وإلي 8 يمكن أن نحسبه بإلي 4 أو إلي 8 كلاهما صحيح نعوذ هنا بماذا؟ بـ 4 ونعوذ هنا بـ 4 ونعوذ هنا بالـ 0 ونعوذ هنا بالـ 0 يقول أحدكم لماذا عوذتوا بالـ 0؟ لأننا نبحث عن إلي 0 يقول أحدكم وهل نعوذ هنا بالـ 0 وهنا بالـ 4؟ لا يجوز الذي يكتب هنا يجب أن يكون هو الكبير ثم إلي 4 نحن نملك قيمتها هي عوذ بها في هذا المكان والأساس نملك قيمتها آتوا به وعوذوا في هذا المكان حتى تفهموا جيدا إلي 4 من هي؟ هي 5 يساوي إلي 0 زائد 4 نقص 0 ماذا هي 4؟ والأساس كم هو؟ نصف نأتي بالنصف هنا فقط فتصبح إلي 5 يساوي إلي 0 زائد 4 في نصف 4 معناه على 2 وهي 2 ننقل هذا إلى هذا 5 ناقص 2 يساوي إلي 0 ومنه إلي 0 ماذا يساوي لما تحسيبوا هذه؟ 5 ناقص 2 إنها 3 ها هي أبنائكم يا أبنائي فقط ها قد الآن وجدنا إلي 0 يقول أحدكم يا أستاذ وإذا استعملنا إلي 8 هل نجد نفس الجواب؟ نعم سوف تجدون نفس الجواب معناه معوذ هنا وهنا بالـ 8 يعني هكذا هنا الثمانية وهنا الثمانية فماذا تصبح إي ثمانية؟ كم أعطيت لنا؟ هي 7 وتصبح لنا ماذا؟ هذا 8 ناقص 0 كم تصبح لنا الثمانية؟ لاحظوا جيداً بعدها ماذا؟ ثمانية ثمانية في نصف ماذا تصبح؟ تصبح لنا 4 وهنا أصبحت لنا 7 لأنها هو السبعة ثم نأتي بهذه القيمة وننقلها هنا سبحانا 7 ناقص ماذا؟ ناقص 4 كم تعطينا؟ تعطينا 3 أحبتم فقط بعدها السؤال الذي جاء بعدها قال أكتب عبارة الحد العام إذن هنا كذلك نقول كتابة إي لآن بدلالة آن هذا هو المعنى هي عبارة الحد العام عبارة الحد العام هنا أمرها جد بسيط تلك العبارة التي كتبناها في الأول هذه العبارة انظروا ونقوم بملئها فقط أول حد للمتتلمة هو إي لسفر نعوذ هنا بالصفر وهنا بماذا؟ بالصفر فصبحنا إي لآن يسوي إي لسفر ها هي قيمته نأتي بها ونعوذها هنا معنا صبحنا ثلاثة زائد آن ناقص فرما هو آن في الأساس ها هو الأساس أعوذ به هنا كم إنه واحد أعلى إثنان فصبحنا إي لآن يسوي إي لآن ثلاثة زائد هذا في هذا يصبح لنا آن أعلى إثنان أو نتركه إلى هذا الحد كلاهما صحيح ها هي عبارة الحد العام لهذه المتتابعة فقط أبنائي بعدما أنهينا مع طبيعة السؤال هذا نأتي الآن إلى طبيعة أخرى قال إي لآن متتالية حسابية حدها الأول إي صفر وأساسها قال يسوينا خمسة بحيث إي صفر زائد إي واحد زائد إثنان زائد إي ثلاثة يسوينا أربعة وثلاثة قال أحسب إي صفر إذا نكتب هنا حساب ماذا إي صفر المتتالية ما طبيعتها متتالية حسابية فهنا علينا بإي بارة الحد العام كذلك إي لآن يسوينا إي لبي زائد آن ناقص بي في ماذا في آر فهذه هي المنقذ في هذه الحالات ولهذا أنصحكم بحفظها وبما أن هنا طلب مننا أن نقوم بحساب إي صفر فعلينا أن أكتب هذا الحد وهذا الحد وهذا الحد كلهم بدلات إي صفر والأساس ركزوا أبنائي معناه إذا وضعت هنا إي واحد ماذا يسوي يسوينا هنا واحد وهنا صفر وهنا صفر فماذا ينتج تصبحنا إي واحد يسوي لنا إي صفر زائد واحد ناقص صفر وهو 1 في ر يعني 1 في ر تقرأ لنا ر يعني 1 في ر تقرأ أر ثم نأتي الآن هذا إي واحد نأتي الآن إلى إي أثنان هنا كذلك نضع هنا إثنان وهنا إثنان ونضع هنا صفر وهنا صفر يقول حتى أحدك لماذا توضع الصفر ان المطب هو rzecz فتصبح لنا ماذا اي أثنان يسوي لنا إي صفر زائد اثناني نقصر هو اثناني ار ثم كذلك نأتي الآن إلى اي ثلاثة نضع هنا الثلاثة وهنا الثلاثة وهنا صفر وهنا صفر فاصبحنا اي ثلاثة يسوينا اي صفرة زائد ثلاثة نقصر ليه ثلاثة ار تعالوا الآن أبنائي قد حل الإشكال نأتي بهذه المعادلة التي أعطيت لنا هذه أمنكم ونعوذ كل حد بما يسوي اي صفر يبقى هو اي صفر هذا اي واحد نعوذ به هنا يعني صفحنا اي واحد نعوذها ب اي صفر زائد ار صفحنا اي صفر زائد اي واحد ما هو هو اي صفر زائد ار ثم هذا نعوذ به ماذا نعوذ به كذلك هنا صفحنا زائد ماذا اي صفر زائد ماذا زائد اثنان ار ثم هذا نعوذ به في هذا الموضع فتصبح لنا زائد ماذا اي صفر زائد ثلاثة اي يسوي انك اربعة وثلاثون ها قد حل المشكل يعني كل هذه الحدود اي صفر لا تنسوا الاقواص اذا كان هناك عندكم الناقص يعني اضعوا الاقواص هكذا حتى تكون امركم لان لو كان هنا عند الناقص اشترك في هذا كل دوان كليا او اذا كان عندكم كذلك هنا مثلا اعدل مثلا خمسة فضعوا هنا كذلك خمسة هذه كلها التوصيات عليكم ان تحترموها ثم الان نكمل الحساب عندنا اي صفر زائد اي صفر زائد اي صفر كم من اي صفر عندنا اربعة اي صفر زائد ار زائد اثنان ار كم هي ثلاثة ار ثلاثة ار زائد كم ركزوا جيدا قل ثلاثة ار اولا عندنا ها هو ار واثنان ار وثلاثة ار ثلاثة ار مع اثنان ار كم خمسة ار زائد واحد ستة ار ستة ار يسعين اربعة وثلاثون لكن الأساس قد يعطي نفذ من المعطيات ما هو أمامكم يقول حدكم أين هو ذلك الأساس ها هي خمسة نأتي بها ونعوذ بها في هذا الموضع تعالوا نحل المعادل لإيجاد إصفر فصبحنا كم؟ صبحنا أربعة إصفر زائد ستة في ماذا؟ في خمسة يسببنا أربعة وثلاثون فصبحنا أربعة إصفر يسببنا كم؟ هذا يعطينا ثلاثون وننقله إلى هنا صبحنا أربعة وثلاثون ناقص ناقص ثلاثون صبحنا أربعة إصفر يسببنا كم؟ أربعة ومنه إصفر يسببنا أربعة على أربعة أي أنه إصفر يسببنا كم؟ يسببوننا واحد هذا هو إصفر ولو قال مثلا أعطي عبارة الحد العام ietLER أقولنا إي لأن يسببنا إي صفر زائد آن ناقص صفر لهو آن في آن ونملأ الآن صبحنا إي آن لو قال أكتب إي آن بدلة آن نصبح هنا واحد زائد الأساس كم خمسة يعني خمسة أن هنا نعوذ بخمسة خمسة في آن هي خمسة آن هكذا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى كذلك تمرين آخر يمكن أن يطرح به بعض الأسئلة يقول إي لأن متتالية حسابية حدها الأول إي واحد يعني لا تنطلق من إي صفر مثل الأخر قال واحد أحسب حدها الثاني إي اثنان علما أن إي واحد زائد إي ثلاثة يسوى إثنى عشر يمكن أن يأتينا سؤال آخر أحسب الحد الرابع إي أربعة علما أن إي ثلاثة زائد إي أربعة زائد إي خمسة يسوى ثلاثون ثم عندنا ثالثا قال عين أسس هذه المتتالية وحدها الأول إي واحد ثم أكتب الحد العام إي آن بدلات آن ثم عين آن بحيث يكون إي آن يسوى إي ثلاثون الشيء الذي علينا أن تعلمه هو الأول لاحظوا جيدا إذن أولا نكتب حساب إي اثنان لاحظوا ماذا أعطيت له كمعلومة قال ماذا إي واحد زائد إي ثلاثة يسوى إي ثلاثة يسوى إي ثلاثة يسوى إي ثلاثة هنا عندنا شيء اسمه الوسط الحسابي أبنائي ما هو الوسط الحسابي الوسط الحسابي دائما إذا كان عندنا مثلا مثلا خمسة ستة وسبعة ماذا تقول القاعدة تقول هذا زائد هذا لهو خمسة هكذا حتى تتفهم خمسة زائد سبعة يسوي مرتين من الوسط وحقيقة نعم خمسة زائد سبعة كم يساوي يساوي إي ثلاثة وستة في إثنان كم إثنى عشر هذا ما يسمى الوسط الحسابي إذا كانت عندنا هدود متتابعة لمتتابع حسابي تقول هذا زائد هذا يساوي ضعف هذا إذن هنا هنا الذي في الوسط ماذا ركزوا جيدا حتى تعلموا إي قلت لكم هذا المثال حتى تعلموا إلى كل الأمثلة إذن فإن عندنا القاعدة تقول إي واحد زائد إي ثلاثة كم يساوينا من الوسط الوسط من هو هو إي إثنان كم يساوي يساوي إي ثنان إي إثنان يا أبناء إي اسمعوا جيدا لأن الكثير يخطئ إي واحد ما هو وهنا عندنا واحد وهنا الثلاثة ما هو الذي يأتي في الوسط هو إثنان فنقول إي واحد زائد إي ثلاثة يساوي مرتين من الذي يكون في الوسط لكن هذا إي واحد زائد إي ثلاثة كم يساوي يساوي 12 بما أن يساوي 12 فيمكن أن نأتي ب12 ونضعه هنا يساوي 12 اسمعوا كم يساوي يساوينا مرتين من كم يساوي 12 فماذا نقول نقول اسمعوا لأن الكثير يقول لم أفهم هذا كم يساوي يساوي لنا مرتين من الذي يقوم في الوسط هو 2 وهذا كذلك بنفسهم E1 زائد E3 ماذا يساوي 12 فهذا ماذا يعني يعني أنه 2 E2 يساوي 12 بخاصية تعدي ومنه هذا أين يذهب فإن هذا يذهب إلى هنا فتصبح لنا E2 يساوي 12 على 2 ومنه E2 يساوي لنا 6 فقط أبنائي إذن E2 كم 6 نأتي بعدما أنهينا مع E2 نأتي إلى الآخر دقيقوا جيدا بنفس الشيء سوف نستعمل الوسط الحسابي إذن هذا نتركه هنا قال كذلك ماذا قال أحسب الحد الرابع علما أن نكتب هنا حساب E4 علما أن ماذا أطيرنا أن E3 زائد E4 زائد E5 يساوي لنا كم يساوي لنا 30 اسمعوا جيدا نحن قلنا هذا ركزوا جيدا هذا زائد هذا قلنا نحن ماذا أن E3 زائد E5 بالوسط الحسابي ماذا يساوي يساوي لنا مرات عفوا يساوي لنا مرتين من الذي يكون وسطهما اللي هو E4 اسمعوا جيدا حتى لا يقول أحدكم ماذا تفعل E3 و E5 مجموعهم ماذا يعطينا يعطينا مرتين من E4 يمكن الآن أن نقوم بحذفهم نحذف هذا وهذا ونخلفهم بهذا يعني في مكانهم فماذا تصبح عوضوا الآن بما يخلفهم هو E2 E4 ولكن بقي لنا هنا E4 لم يلمس بعد لم نلمسه أصلا معناه يبقى لنا زائد E4 ليساوي لنا 30 دقيقوا أرجوكم في الحالة الأولى كم يجد لنا من حد وجدنا حدين لهذا قلنا E2 E2 لكن في الحالة هذه كم يجد لنا من حد جد لنا ثلاثة ها هي أمامكم مرتين ومرة اسمعوا هذا قوموا بحذفهم هذا قوموا بحذفهم وعوضوهم بما يساوي يساوي لنا 2 E2 الآن نزعناهم وعوضناهم بما يساوي الآن 2 E2 و عفوا 2 E4 عذروني جزاكم الله وخيرا عذروني هذه نعوضوها بما يساوي له 2 E4 2 E4 زائد E4 كم يجد لنا يعني مثل 2 X زائد X يساوي لنا 3 X إذن هذه سبح لنا 3 E4 يساوي لنا ماذا يساوي لنا 30 ومنه E4 يساوي لنا 30 على ماذا على 3 ومنه E4 يساوي لنا 10 إذن مباشرة أصبحت لنا E4 ركزوا جيدا E4 وجدناها كم وجدناها 10 وانتهت القضية فقط أرجو قد فاهمتم قد قلت استعملت الوسط الحساب بعدما أنا هنا مع هذا السؤال إذن بعدما أنهينا مع هذا السؤال قال عين الأساس هذه المتتالية إذن نكتب هنا تعيين الأساس الذي اسمه R هنا ركزوا جيدا أبناء المتتالية ما هي طبيعتها متتالية هسابية فنقول E لأن يسونا E ل P زائد N ناقص P في ماذا في R ما هم الآن الحدود التي أصبحت عندنا هي E 4 إذن نوضع هنا 4 وهنا 4 والحد الآخر هو 2 إذن نضع هنا 2 وهنا 2 بقي هنا الأساس فقط عوض الآن هذا أتو به إلى هنا وهذا إلى هنا 10 يسونا 6 زائد 4 نقص 2 R ننقل هذا إلى 10 6 4 2 R ومن R يسونا 4 على 2 أي أن R ماذا يسونا 2 ها قد الآن وجدنا الأساس وانتهت القضية بعدما وجدنا الأساس جاء السؤال الآخر قال وحدها الأول نكتب هنا كذلك حساب E واحد نأتي كذلك إلى عبارة الحد العام ونقول E AN يسونا E P زائد AN ناقص P في R لحظتم عبارة الحد العام كم مهمة مهمة جدا ما رأيكم إذا وضعنا هنا 2 وهنا 2 ووضعنا هنا 1 وهنا 1 تصبحنا E2 ها هي قيمة وكم 6 يسوي أن E1 هو ذلك الذي نبحث عليه زائد إثنان E ناقص 1 و 1 في R R ها هو أما ما يكون عوض به هنا معنى في 2 يبقى المجهول ما هو المجهول هو E1 سبحان 6 وهذا ننقله إلى الطرف الأخر 6 ناقص 2 يسوي E1 ومنه E1 ماذا يسوي يا أبنائي 6 ناقص 2 إنها 4 ها هو E1 وانتهت القضية أرجو قد فإنتم يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الشيء نأتي الآن إلى السؤال قال اكتب الحد العام حد العام هو عبارة الحد العام إذن كتابة الحد العام بدلة عبارة الحد العام ما هي هي E لأن يسوي E لبي زائد أن ناقص ب في R المتتري من أين تنطلق قال حد الأول E1 نعوذ هنا ب1 ونعوذ هنا ب1 فماذا تصبح حان E لأن يسوي E1 له 4 هكذا لاحظوا في زائد عفوا زائد أن ناقص 1 في الأساس الأساس كم عندنا هنا وجدناها لاحظوا جيدا إذن تذكروا أن الأساس كم وجدناها لاحظوا إذن والأساس وجدناها كم 2 بعدها ماذا يمكن أن نقوم بعملية إكمال الهساب صبح E1 يسوي لنا 4 وننشر هذا في هذا وصبح زائد 2 وهذا في هذا الناقص 2 صبح E1 يسوي 2 ونجمع هذا مع هذا معناه زائد مع هذا زائد 2 بعدها قال 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 ثم عين أن بحيث يكون E1 يسوي 32 إذن نفتب هنا تعين أن حيث E1 يسوي 32 هنا ما لنا إلا أن نأتي بهذه القمة ونعوذ هنا فتصبح لنا ماذا 2 أن زائد 2 يسوي 32 و نأتي إلى هذا تصبح لنا 2 أن 32 ناقص 2 كم تعطينا 30 يعني 2 أن زائد أن ننقله إلا إسمعوا جيدا 2 أن زائد 2 ننقل هذا إلى ونصبح 32 ناقص إلا تعطينا 30 ومن أن يسوي 30 على ماذا على 2 معناه أن يسوي 15 أي ماذا أي هذه القيما يمكن أن نأتي بها معوض هنا فأصبح E 15 يسوي 32 فقط بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي كذلك إلى طبيعة سؤال آخر يأتي إلى المتتالي حسابي حيث E0 زائد E3 يسوي 18 و E2 زائد E5 يسوي 34 قال أحسب E0 والأساس R ثم أكتب EAM بدلة أن هي عبارة لحد العام إذن نكتب هنا حساب E0 و R حيث ماذا أعطيت لنا أعطيت لنا أن E0 زائد E3 يسوي 18 والأمر الآخر هو E2 زائد E5 يسوي كم 34 و 30 هكذا لاحظوا الآن نقطة نقطة أبناء كفاء نجيب على هذا السؤال إذن لاحظوا هنا أبناء كفاء قلت نجيب على هذا السؤال هنا بما أن المتتالية عطيت لنا هي متتالية حسابية فإن علينا أن نستغل عبارة الحد العام مرة أخرى ونقول E لأن يسوي لنا E ل P زائد ماذا N ناقص P في ماذا في R نأتي الآن بهذه العبارة ونكتب ماذا جميع الحدود بدلالة المطلوب من هو المطلوب في هذا التمرين هو E0 و R إذن نكتب هنا هكذا جيدا وركزوا إذن E ثلاثة هذه بماذا نكتب هنا ماذا ثلاثة وهنا ثلاثة وهنا صفر وهنا صفر فتصبح لنا ماذا تصبح لنا E ثلاثة يسوي لنا E صفر زائد ثلاثة ناقص صفر وهي ثلاثة R لاحظ هذه الأولى ثم نأتي كذلك أبناء نكتب E 2 بدلالة E صفر و R فنعوذ هنا كذلك ب 2 وهنا ب 2 وهنا ب 0 وهنا ب 0 وتصبح لنا ماذا تصبح لنا E 2 يسوي لنا E 0 زائد 2 نقص 0 هي 2 R هذه المعادلة الثانية ثم نأتي كذلك إلى E 5 إذن نضع هنا 5 وهنا 5 وهنا 0 وهنا 0 وصبح لنا ماذا تصبح لنا E 5 يسوي لنا E 0 زائد ماذا زائد 5 R هكذا الآن سوف أعوذ كل واحدة بما يسوي معناه هذه معوذ وهنا فماذا ينتج لاحظ نقطة نقطة أبناء ولا نتعجل تصبح لنا ماذا تصبح لنا E 0 زائد ماذا E 0 زائد 3 A عفوا زائد قلت 3 R يسوي لنا 18 ونأتي بماذا بهذه هذه القيمة نعوذ ها هنا وهذه نعوذ ها ماذا نعوذ هنا حسب الأسهم فتصبح لنا ماذا تصبح E 0 زائد 2 R زائد E 0 زائد ماذا عفوا قلت E 0 زائد 5 R يسوي 0 عفوا لا يسوي لنا ماذا يسوينا 34 نقطة نقطة الآن عندنا E 0 مع E 0 كم يعطينا 2 E 0 زائد 3 R يسوي 18 وعند E 0 مع E 0 2 E 0 زائد 2 R زائد 5 R يسوي لنا زائد 7 R يسوي لنا 34 30 الآن ما رأيكم أبنائي لو نضرب المعادلة هذه الأولى نضربها في ناقص 1 يقول ناقص 3 R يسوي لنا ناقص 18 ونأتي هنا ونقول بالجمع بين الجمع ماذا بين هذا وهذا لاحظوا فماذا ينتج أكيد سوف يحدث هذا الشيء أنه هذا مع هذا يذهب ونجمع هذا مع هذا 7 R ناقص 3 R كم تعطي لنا تعطي لنا 4 R يسوي نجمع هذا مع هذا ماذا يعطي لنا يعطي لنا 16 ومنه R يسوي لنا 16 على 4 ومنه R يسوي لنا كم إذا قلت ومنه R يسوي لنا 4 ها هي قيمة يا أبنائي بعدما وجدنا قيمة R نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوضها في أحد المعادلتين يمكن ماذا أن نعوضها في المعادلة الثانية هنا فقط حتى تفهم جيدا معوض R بما وجدنا تصبح لنا هكذا 2 إثناني إي صفر زائد سبعة في R قلنا كم 4 يسوي لنا كم 4 وثلاثون يقول أحدكم وإذا عوضنا في هذا المكان يجوز أعوضوا أينما تشاءون فتصبحنا إثناني إي صفر زائد ماذا زائد 28 يسوي لنا 4 وثلاثون ننقل هذا إلى هنا إثناني إي صفر يسوي لنا 34 ناقص 28 اللي هي ماذا لهي 4 إذن هكذا أفوا إنها 6 أعتذر أبنائي إذن يسوي لنا 6 ومنه إي صفر يسوي لنا 6 على 2 أي ماذا أي أنه إي صفر يصبح يسوي لنا كم يسوي لنا 3 ما هو الجواب فقط أبنائي بعدما نقلنا هذا إي لونا أصبح 34 ناقص 28 يصبح لنا 6 و6 على 2 يصبح لنا ثلاثة ثم بعدها ماذا قال بعدما وجدنا هذا الأمر قال اكتب إي آن بدلالة اللي هي عبارة الحد العام هنا أمرها جد بسيط إذن نكتب هنا كتابة إي لأن بدلالة أن نحن نعلم أن عبارة الحد العام الأولى التي كنا نستعمل وهذه الله حي جيدا ها هي أمكم قلنا نعوذ هنا من أين تنطلق بإي صفر إذن ننطلق نعوذ هنا بصفر وهنا بصفر وصبح لنا إي آن يساوي إي صفر زائد آن نقص صفر وهو آن في آر ومنه إي آن يساوي إي صفر قد وجدنا ها هي أمكم إنها ثلاثة زائد آن في آر ها هو آر وجدناها كم وجدناها أربعة وصبح لنا إي آن يساوي ثلاثة زائد أربعة آن هذه هي عبارة الحد العام لهذه المتتالية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى هذا المثال كذلك هو كثير تدول لهذه المتتالية حسابية حدها الأول في واحد وفي واحد زائد في اثنان زائد في ثلاثة يساوينا ثلاثة على اثنان وفي واحد زائد أربعة في اثنان ناقص في ثلاثة يساوينا سبعة السؤال يأتي عين الحدود في واحد في اثنان في ثلاثة للمتتالية والأساس أر إذن نكتب هنا تعيين ماذا الحدود من هم الحدود لهو في واحد وفي اثنان وفي ثلاثة ثم الأساس الذي اسمه إذا سميناه أر تعالوا ننطلق الآن نحن بما نلاحظ هنا الحدود متتابعة لمتتالية حسابية فنحن ماذا نملك أنه في واحد قلت زائد في ثلاثة يساوينا ضعف الوسط لهو في اثنان في اثنان قلت دائما لكن بينهم يجب أن يكون زائد ليس مثل هنا ناقص حتى نفهم جيدا مجموعة الطرفين يساوينا ضعف الوسط وبعدها ماذا ينتج ركزوا نحن نملك هكذا في واحد زائد في اثنان زائد في ثلاثة يساوي قلنا كم يساوينا اثنان على ثلاثة عفوا ثلاثة على اثنان يا أبناء يقلنا نحن هذا زائد هذا ماذا يساوي يساوي لنا اثنان في اثنان معنا نعوض بهم فتصبح لنا هذه التي أحوطها باللون الأخضر نعوض وصبح لنا اثنان في اثنان وهذا ما زال ينتظر يعني زائد كم في اثنان يساوي كم ثلاثة على اثنان هذا الطرفين نعوض بهذا وهذا لن نلمسوه أصلا ما ينتظر ها هو أمامكم أرجو قد فهمتم يعني هذه التي أكتبهم باللون الأخضر هما الذي عوضنا بهم أما هذا ما زال لوحده ينتظر حتى تفهم جيدا تصبحنا اثنان ذي اثنان زائد ذي اثنان يساوي 3 على اثنان ومن هو لاحظوا وانتبهوا نحذف هذا من هنا وهذا من هنا تصبح أن ذي اثنان يساوي 1 على اثنان لا تقول لما نحذف من هنا ومن هنا يبقى لنا صفر لا يبقى لنا هنا الواحد وهنا الواحد تذهب من هنا الثلاثة ومن هنا الثلاثة لاحظوا ماذا بقيت بقيت لنا V2 يساوي لنا نصف يقول لحدكم ما أستاذ وإذا قلت V2 يساوي لنا ماذا ثلاثة على اثنان على ثلاثة هل يجوز نعم وتصبح لنا ثلاثة على اثنان في مقلوب هذا الذي هو كم لهوا واحد على ثلاثة اذهب هذا مع هذا فيبقى لنا هذه القيمة التي هي كم واحد على اثنان كلا كلا الطرق في الحساب صحيحة ثم بعدما وجدنا V2 تعالوا نأتي إلى هذه ونعوذ V2 بما يساويه تصبح لنا V1 زائد V2 قلنا كم وجدناه؟ وجدناه نصف فنعوذ هنا بنصف زائد V3 يساوي لنا ثلاثة على اثنان ثم عندنا المعادلة الأخرى هي V1 زائد 4 في 1 على اثنان ثم ناقص V3 يساوي لنا سبعة بعدها ماذا يحدث ابنائي؟ هذا ننقله إلى الطرف هذا ونختزل من هنا ماذا؟ من هنا؟ نختزل من هنا اثنان ومن هنا تصبح لنا 4 على اثنان كم 4 على اثنان؟ 4 على اثنان الكل يعرفها أنها إث ماذا تعطينا؟ اثنان ثم كذلك هذا ننقله إلى هذا الطرف فماذا ينتج؟ تصبحنا V1 زائد V3 يساوي لنا ثلاثة على اثنان ناقص واحد على اثنان وهذا ننقله إلى هنا تصبحنا V1 ناقص V3 يساوي لنا السبعة ناقص ماذا؟ ناقص اثنان لم أفعل شيء إنما أنا أنقله هكذا حتفا مجهدا ها هي أمامكم ثم عندنا هذا موحد المقام فصبحنا V1 زائد V3 يساوي لنا مع هذا ثلاثة ناقص واحد هي اثنان على اثنان وهي واحد ثم V1 زائد V3 يساوي لنا السبعة ناقص اثنان وهي خمسة الآن عفوا هنا نعتذر هنا الناقص أعتذر أرجوكم أبنائي إذن في هذا المكان عندنا ناقص بعدها نأتي هنا ونقول بالجمع لما نجمع أكيد V1 زائد V1 كم يعطي لنا؟ يعطي لنا مرتين V1 ما تصبح لنا اثنان V1 أما هذا فيذهب مع هذا مباشرة V3 ناقص V3 يصبح لنا سفرة يساوي لنا الآن اجمعوا هذا مع هذا واحد زائد خمسة كان يساوي لنا ستة ومنه تصبح لنا V1 يساوي لنا ستة على ماذا؟ على اثنان أي أن V1 يساوي لنا ثلاثة ها هو أمامكم أرجو قد فهمتم ثم بعدها بقيت لنا V3 نأتي بهذه القيمة ونأتي بها ونعوذها في هذا الموضع لما نعوذها في هذا الموضع دقيقوا نقطة نقطة أبني ولا نتعجل إذا قلت لما نعوذها هناك فماذا تصبح؟ تصبح لنا ثلاثة زائد V3 يساوي لنا واحد ننقل هذا إلى هنا V3 يساوي لنا واحد ناقص ثلاثة أي أن V3 يساوي لنا ناقص اثنان ها هي القيمة أبني ها قد الآن وجدنا ماذا؟ كل الحدود وجدنا V1 يساوي لنا ثلاثة وV2 النصف وV3 يساوي لنا ناقص اثنان ثم نأتي الآن إلى حساب الأساس R في المتتالية الحسابية كيف يحسب الأساس؟ يحسب دائما بهذه الطريقة البسيطة قولوا V ماذا؟ V2 ناقص V1 يحسبوا هذا الفرق هو الأساس هو R أو كذلك نقول V3 ناقص V2 يساوي لنا R يعني الفرق بين حدين متتابعين لكن الحد ذد للكبير ناقص الذي يليه يعني V2 ناقص V1 أو V3 ناقص V2 ها هو يعطينا الأساس؟ تعالوا لأننا نقوم بحساب الأساس من واحدة منهما V2 نعوذها هنا وV1 نعوذها هنا فتصبح لنا واحد على اثنان ناقص V3 يساوي أكيد نفكر في توحيد المقام إذا وحدنا المقام هنا اثنان وهنا اثنان تصبح لنا واحد على اثنان ناقص ستة على اثنان لأن هذا في هذا يعطينا ستة بما أن المقام أصبح مواحد يعني ستة فنكتب واحد ناقص ستة ومنه ماذا تصبح لنا R يساوي لنا ناقص خمسة على ماذا؟ على ستة أفوا 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 أعتذر هنا على اثنان سبحان الله هنا على اثنان وهنا ماذا؟ وهنا على اثنان يا أبناء أرجوكم أعتذر هنا المقام قلت أعتذر المقام هو الاثنان صبح هنا واحد ناقص ستة على اثنان واحد ناقص ستة على اثنان هي ناقص خمسة على اثنان هذا هو أساس تلك المتتالية الحسابية ولو طلب مننا مرة أخرى ماذا؟ طلب مننا مثلا عبارة حد العام لقلنا V أن يساوي لنا V واحد زائد ماذا؟ أن قلنا ناقص واحد في R يعني في مكان البي عوض بواحد طلب مننا نكمل تصبح لنا V أن يساوي لنا V واحد عندنا ها هو لهو ثلاثة زائد أن ناقص واحد في R لهي ناقص خمسة على اثنان ونكمل عملية النشرة إن أحببنا فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبنتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح من الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته